قدم الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال ظاري تهنئته للعراقيين بالمناسبة العيد الوطني وقال ظاري في تغريدة عبر حسابه بتويتر إن هذا العيد رسمت ملامحه بوحدة وصمود الأجداد في ثورة العشرين والتي أجبرت بريطانيا على إنهاء الانتداب وعلان استقلال العراق وجدد ظاري دعوته لتعديل الدستور وتغيير المسار السياسي الذي خطه المحتل الأمريكي وأسس نهج المحاصصة